أحلى خبر عن الآيفون بالنسبة لكثير هو منفذ اليو اس بي تايب سي لكن أبل بتحط عليه قيود وحجم الآيفونات القادمة بتختلف عن النسخ الحالية للأفضل وآبل أحدثت تقدم كبير فيه تقنية راح تحسن حياتنا بشكل كبير بنشوفها في النسخ القادمة لساعات أبل كل هذا وأكثر في حلقة اليوم بس قبل حطوا لايك لنشر الفيديو واشتراك لو حابين تعرفوا أكثر عن الآيفونات القادمة ولكن هذا الفيديو برعاية تطبيق ظل المحادثات الفورية التطبيق اللي من خلاله تقدر تدردش وتفافظ مع الأشخاص اللي حواليك حسب موقعك بس إذا حبيت تعرف على ناس من مدينة ثانية تقدر تسوي وتحدد المدينة والتفاصيل الأخرى من هنا من غير الدردشة تقدر تسوي مكالمات صوتية أو تهدي رموز للأشخاص بعض المميزات في التطبيق مدفوعة أو تحتاج اشتراك أسبوعي هذه قائمة المميزات اللي راح تحصلوها بهذا الاشتراك التطبيق متوفر على آيفون والأندرويد الرابط في صندوق الوصف أبل استأنفت صنع أرخص آيفون SE4 بعدما توقفت عدة أشهر هذا الهاتف أتوقع أنه يكون من أفضل هواتف بين الشباب وكبار السن الشاشة بتكون بحجم 6.1 إنش بتقنية الأوليد والمعالج راح يكون ممتاز والبطارية جيدة جدا ولأول مرة راح يدعم تقنية الجيل الخامس من مودم مصنوع من أبل وطبعا مع بصمة الوجه وأحدث أنظمة أبل النسخة الحالية سعرها 429 دولار لكن أتوقع سعر يرتفع بشكل واضح إلى 529 أو 549 دولار لما ينزل بشكل رسمي إن شاء الله في مارس أو أبريل في 2024 التعديد الأخير للآيفون فيه خيار عجيب غريب نوعا ما يشوف الإنبعاثات الكربونية حواليك ويدرس استخدامك للآيفون ويحاول يشحن الآيفون فقط في الوقت اللي يكون مناسب لك وللبيئة هالخاصية حاليا متوفرة حصريا في الولايات المتحدة الأمريكية بس نشوفهم في عدة دول جديدة في التحديثات القادمة تقنية بصمة الوجه تحت الشاشة تقريبا شبه جاهزة للآيفونات 16 المحترفة مثل ما صربنا سابقا خطة أبل الآيفونات هذه السنة راح تيجي كلها بالجزيرة التفاعلية لكن في نصخ ال16 برو راح تصغر هذا الجزيرة وتكون فقط فتحة للكاميرا أما الآيفونات 16 العادية بتكون بالجزيرة التفاعلية الحالية سامسونج وأوبو حاولوا يسوي كاميرات تحت الشاشة لكن فشلوا لأن الصور كانت فيها ضباب ودقة سيئة لكن بصمة الوجه ما تحتاج صور لأنها تشتغل بالليزر فعلى حسب أحدث التسريبات الموثوقة أبل ما تعاني أي مشاكل في صنع هذه التقنية أبل أحرزت تقدم كبير في تقنية جديدة تسمح لك بقياس نسبة لغلوكوز من خلال ساعة أبل وبدون أي عينة من الدم تخيلوا مرض السكري الله يشفيهم يا رب ويبعد عننا هذا المرض يقدروا يقيسوا نسبة لغلوكوز في الدم من خلال ساعة أبل وفي ثواني هذا الشي راح يغير حياتهم بشكل كبير مش بس بيسهل كيف يقيسوا أيضا راح يعرفوا أي من الرياضات مناسبة لهم ونوعية الأكل ترفع وتنقص نسبة السكر في الدم للآن ما تحدد متى راح نشوف هذه التقنية في ساعات أبل على حسب دراسي لتاريخ أبل أشوف أنها راح تحتاج على الأقل السنتين لأول مرة الآيفونات المحترفة هذه السنة راح تكون بمعالج ثلاثة نانوميتر A17 35% أفضل في استهلاك الطاقة و20 إلى 30% أفضل من ناحية الأداء النسخة العادية راح تجي بA16 المعالج الحالي الموجود في النسخ المحترفة للآيفونات 14 للعلم حتى مع أقوى أصدار من معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني معالج A16 تفوق عليه فهذا يعني النسخ الغير محترفة للآيفونات 15 راح تكون بأداء كافي وفي لسنوات قدام ولكن الآيفون 14 برو ماكس تعادل مع السامسونج جالكسي S23 ألترا في سباق الأداء مع أنه عدد الرامات في السامسونج 12 وفي الآيفون 6 ولكن في السابق كان الآيفون يتفوق بشكل بارز السبب هو أن السامسونج الجديد يجي بذاكرة تخزينية من نوع UFS4 في المقابل الآيفون يجي من نوع NVMe البطيء نوعا ما للأسف ما نعرف شو نوع الذاكرة اللي بتكون في النسخ القادمة للآيفونات لكن اللي نعرفه الآيفونات المحترفة راح تجي بـ 8 جيجا بدل الـ 6 والآيفونات الغير محترفة راح تجي بنسخة محدثة من الـ 6 جيجا رام في أحد من المشاهدين علق الحلقة الماضية قال أنه آبل قد تنتقل للمنفذ الجديد لـ USB Type-C لكن بس الكيبالات المصرح لها بتشتغل في الآيفون رديت عليه وقلت له هذه من عادات آبل بس قانونيا ما تقدر تسوي كذا على ما يبدو آبل مصرّة الذل للمستخدمين إذا صدقت التسريبات المؤخرة واللي من مصادر قوية آبل راح تبطئ السرعة الكيبالات الغير مصممة للآيفون انتقال آبل للمنفذ الجديد بيقلل من أرباحها في الإكسسوارات بنسبة عالية وشكلها تحاول تقلل من خسائرها بهذه الحركة السيئة الخبر الجميل في هذا الحلقة الآيفونات المحترفة القادمة بيقل حجمها بتكون أقصر وبيقل العرض بسبب تقليل الحواف ولكن المتن بيزيد فحجم الكاميرات بيبين أنه داخل على الجسم أكثر فبيقلل بروز الظاهر غريبة هالسنة ما في تسريبات واضحة عن الكاميرات إلا بعض التفاصيل المبهمة ولكن نحن نراقب المسربين الموثوقين بدقة فأكيد راح يطلع شيء في الأيام القادمة شكرا على دعمكم والمتابعة كان معكم أخوكم سالم البادي أراكم الحلقة القادمة